ظاهرة ابتدت تنتشر في مجتمعنا وفي المجتمعات العالمية عامة ظاهرة التنمر زمان كانوا بيسموها تريقة يعني مجموعة من الولاد في المدرسة يبتدوا يتنمروا أو يتريقوا على الولد أو البنت ظاهرة التنمر أو الأزى النفسي الموجودة عملوا إحصائية اكتشفوا أن طفل من كل ثلاث أطفال بيعاني منه اللي بيحصل إيه ببساطة؟ أنه هو بيحول المدرسة لكبوس الشاي الهم بيبتدي الطفل بنتي أو ابني يبقى مش عايز يروح المدرسة يبتدي يقولي بطني بتوجعني أصحي مش قادر يصحى يرجع من المدرسة بعيط ومكتاب لا عاوز يذاكر ولا عاوز يعمل حاجة إيه هو التنمر؟ وإزاي أقدر أحمي ابني أو بنتي منه؟ ده اللي هيكلمني عنه دكتور وليد هندي استشاري للعلاقات النفسية أهلا بيك أهلا بيك معنا دكتورة من ورها طبعا صعب إن المدرسة تبقى دخلة وما نتكلمش عن التنمر صحيح لأن زي ما حضرتك قلت حتى هو ظاهرة عالمية ويمكن حتى الإحصاءات بره أعلى من مصر شوية كمان؟ يعني طبعا حضرتك اتكلمتي في أعراض بسيطة جدا اللي هي بطنه بتوجعه نتيجة التنمر اللي حصله مش عاوز يروح المدرسة ممكن الطفل يجيله كوابيس وأحلام مزعجة ممكن يجيله تبول له إراضي ممكن يجيله شعور بالرفض انخفاض في الصلب الكونسب يجيله انسحاب اجتماعي وهكذا لا ده بيوصل الأمر بمتلازمة القلق والاكتئاب والانتحار في بعض الأحيان الإحصائية السابتة في دولة زي بريطانيا إن سنويا من 15 واحد ل 25 من الطلبة بينتحروا نتيجة التنمر ينتحروا؟ بينتحروا بالضبط ده إحصائية واضحة في بريطانيا سابتة كل سنة من 15 ل 25 في سن المراهقة تحديدا فطبعا عملية صعبة جدا فالتنمر زي ما حضرتك قلت ده من أبشع أنواع الإساءة اللي ممكن متعرض لها الطفل ولكن لازم عليه الأمر يخلي باله من حاجتين أفرق بين التنمر وبين العنف يعني إيه؟ يعني جات لي مثلا حالة بتقول لي يا دكتور عوزارة تيجي معايا لمدرسة عشان إبني اتعرض للتنمر ده الضرب من صاحبه بهدله وفعلا كان مضروب لما روحت شفت صاحبه عارف هاللي طالع من مخلفات الحرب أكيدنا قطر بيس على وشه ده صاحبه فهنا مفيش تنمر هنا عنف كافق عنف التنمر شكل بحالي سوابي بالضبط كده هوت التنمر شكل مختلف التنمر ده شكل من أشكال الإساءة والعنف والإزاء المستمر مش في وقعة واحدة من جانب واحد أو مجموعة أفراد تجاه ابننا وبصورة ثابتة يعني النهاردة وبكرة وبعد بكرة فعقد لولد من المدرسة ده هنا هو لما يوصله لده هو ده التنمر يعني مش مجرد وقعة عنف ومش أي وقعة من أي اتنين أقول عليها تنمر ولذلك بقى في المدارس تنمر بين الأولاد بياخد أشكال مختلفة إزاي؟ يعني ممكن هو طالع مثلا السلالم أحط رجلها كعبله أو هو بيجري في البريك أو في الفصحة أكعبله كل شوية يبقى أنا متنمر بيه لما أنا أضرب لما عضه لما أخد أدواته لما أكسرها لما أخليه أرضا للاستهزاء والسخرية في وسط صحابه على خطر الشكل وولد السيامة في سن المراقة عند البنات وعند الولاد بيبقى الشكل بتاعهم بيبقى فيه ناس عمدار بذات مدارة المختلطة بالظبط بيبقى عندهم حبوب شباب مثلا سنان طالع بشكل معين المناخير لسه شكلها طويل شوية مش بتنسقها مع حجم الوش شوية كذا فبيبقى أرضا للتنمر تنمر ده نخلي بالنا منه اللي هو الاستهزاء السخرية النعت بألفاظ غير مستحبة لأولا سيامة لو كان بدين أو رفايع قوي على سبيل المثال أو حسب اللون بتاعه فلدي كلها أشكال تنمر الناس لا تاخدش بالها منها شعروا طبعا والعزل الاجتماعي برضو تنمر يعني أنا ابني ما بيعرفش تلعب كورة مثلا نيجي يلعب كورة وانت عرفش تلعب خلاص ما تلعبش معانا أو يقسموا بعض فرقتينهم ياخدهوش ده شكل من أشكال التنمر على العزل الاجتماعي فانخلي بالنا برضو من الأمور دي يعني ما هياش عنف زي ما الناس فهمها أو ضربه وخلاص اطلاق الشائعات ولا سيامة في المرحلة الصينوية في البنات بالذات طلع شائعات حاولنا علاقتها بالجنس الآخر أو بالزملاء العمل أو بالكلام ده ده شكل من أشكال التنمر يعني هي بتبقى عارفة أنها بتطلع إشاعة بتتكلم حاجة مش حقيقية مش حقيقية طبعا وساعات الإشاعة على فكرة الإشاعة لازم يبقى فيها نسبة من الحقيقة يعني الإشاعة الحقيقية تطخيم الحقيقة يعني يبقى فيها 30% من الحقيقة بمعنى إيه مثلا شاف زملته في المدرسة بتكلم واحد زملها في المدرسة خلاص شاف دي حقيقة يعرفه بعض جران مثلا أو الأهال يعرفه بعض يبني عليها الإشاعات فالإشاعة دايما لازم يبقى فيها جزء من الحقيقة وده اللي بيحصل دايما في مرحلة الصينوية العامة أو مرحلة المراقعة إطلاق الشائعات دلوقتي فيه تنمر في السوشيال ميديا ده تنمر ان انا اعمل صفحة فيك مثلا باسم زميلي وابتدي احط صوره واخدها ايه هدف بقى من ده كله بص يا حضراتك الانسان اللي بيتنمر دايما بتلاقيه حاقد وغلاوي وحسود وفاسد وحاسد ويتمنى زوال النعمة منك شايفك اعلى منه عنده انخفاض في مفهوم نحو ذاته حاس ان هو اقل من الاخرين بيحاول يعمل عمليات تعوضية ان هو ينال منك بدل ما يطور من نفسه ويشتغل على نفسه وياخد قليات جديدة واهداف جديدة في حياته يفجرها ويعلم شأنه لا بيحاول ينمن الاخر ياخد اللي تحت دوت او ياخد العالي اوي عشان يهده وينزله اللي تحت ما بيفكرش هو اللي يطلع فوق فيبتدي يتنفس فيك بالبغضاء والقراهية والحكم وبالتالي بيتنمر عليك في صورة اتعال بلص ان معظم المتنمرين تم تنمر عليهم مصغيرين فبيعمل بما يسمى باعاد انتاج السلوك ناهينا بقى عن ألماط التربية يعني في حاجات رفيعة بنقول لأي حد خلي بالك عشان ابنك ما يطلعش متنمر يعني ما ينفعش ساعدتك مثلا تعامل عمالة اللي بتجيلك في البيت سواء كان باب عمارة صناعي جاي يعمل لك حاجة انت ماشي في الشارع وفي عامل او حرفي بيعدي الطريق تتنمر عليه وتتقرب بالعربية قوي او تجيلك الاقس تفزعه دي كلها امور بتعلم ابنك